أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا الصديقة تشهد نماء وتقدما مستمرا على كافة المستويات وأشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تم في مسارات العمل المشترك وتعزيز فرص التعاون الثنائي وشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يصهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعدت السيدة باولا أمادي سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها حيث نوها سموه بجهود سعادتها في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين متمنيا لها التوفيق والسداد في مهامها المقبلة لفتا سموه إلى الحرص على توطيد مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين نحو أفاق أرحب من الشراكة والتعاون على مختلف الأصعدة بما يعود بالخير والنفي على البلدين والشعبين الصديقين كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من جانبها أعربت سعدت السيدة باولا أمادي سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين عن بلغ شكرها وامتنانها لصاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام ومبالغة مستمرة تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء اشتركوا في القناة